اشتركوا في القناة وتمت إعاقة فرق الإطفاء أثناء العمل وسط تهليل المحتجين وقد كانت البناية معدة لسكن اللاجئين في باوتسن وهي مدينة في ولاية سكسونيا أيضا في يوم الاثنين في دريزدن عاصمة سكسونيا ستقدم أوبرا زيمبر شهيرة عرض الناي السحري بعض سكان دريزدن يتفهم الاعتداءات حرق المباني ليس حلا لكنه يعبر عن الاحتجاج وعلى السياسيين أن ينتبهوا إلى طريقة تفكير الشعب كثيرون يهتفون هذه الأيام باسم الشعب خصوصا بيجيدا وفي ساحة المسرح لكن هذه المرة سيتجمعون في ميدان نيو ماركت المجاور منذ أكثر من عام يلتقي في دريزدن من يسمون أنفسهم وطنيين أوروبيين ضد أسلمة الغرب بشعاراتهم اليمينية المتطرفة أجج التطرف في سكسونيا أعتقد أن بيجيدا هي نوع من التشجيع على العدوان والاستياء وهذا الاستياء هو نوع من العنف الكامن في النفوس في عطلة نهاية الأسبوع تجمعت الجماعات المناهضة لبيجيدا وتطالب بيدريزدن خالية من النازية لقد احتجت منذ البداية ضد بيجيدا بعكس ما فعله سياسي سكسونيا المتظاهرون يشكون في تويتر من الوضع في سكسونيا في إشارة إلى الحزب المسيحي الديمقراطي السبب هو فشل الحزب المسيحي الديمقراطي هنا خلال ربع القرن الماضي الأشخاص الذين تجمعوا هنا ليسوا من اليمين المتطرف وإنما هم مواطنون يشعرون بالقلق الحزب المسيحي في برلمان الولاية يجتمع بعد أحداث كلاوس نيتس وبوتسن ومعهم وزير الداخلية المحلي ماركوس أولبيك وهو يرى أن الحكومة السكسونية ليست مسؤولة عن كراهية الأجانب لهذا السبب نشجع الأغلبية الصامتة على أن تكون أكثر وضوحا وتحدد مواقفها وتؤكد على أن ما يحدث هنا لا ينتمي لولاية سكسونيا وأن سكانها لن يتسامح مع هذا الوضع في ساحة المسرح تشعر الغالبية بالخجل في هذا المساء بسبب ما يحدث في ولايتها سكسونيا ولا ترى تبريراً للكراهية والعنف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر